من المقدمات أيضا إن الشرع قائم على التيسير وإن الدين قائم على اليسر هذه قاعدة من القواعد أو من كليات الدين وعندنا قاعدة فقهية كبرى تقول المشقة تجلب التيسير معناها إنه عند وجود المشقة فإننا نيسر على المكلفين وننسر على الناس لكن القاعدة أنظر إلى نصها أنه المشقة تجلب التيسير أي عند وقوع المشقة أو يغلب على الظن أن المشقة واقعة فوقتها ييسر على الناس إنما أن نجعل التيسير أصلا قبل المشقة وأن نوسع للناس الكثير من الأمور بدعوة التيسير فهذا سيؤدي إلى أمور لا تحمد عواقبها على سبيل المثال بالنسبة للحج فلو أننا قلنا إن الدين قائم على التيسير وبالتالي فننظر إلى الأركان وإلى ما اختلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه وننظر إلى الواجبات التي تجبر بدم وننظر إلى السنن فنتركها ونقول إن الوقوف بعرفة لا يشترط فيه أن تقف طوال النهار وإنما يقف ساعة ولا يشترط أن تقف إلى المغرب هذه سنة ثم نأتي إلى المبيت بمزدلفة نقول هذه سنة ثم نأتي إلى رمي الجمرات نقول وكل فيها ثم نأتي إلى المبيت بمنى نقول يعني يجبر بدم ثم نأتي إلى طواف القضوم نقول فيه خلاف ويجبر بدم ستجد أن الحج في النهاية سيكون حوالي ساعتين يبه هذا الركن الأعظم من أركان الحج سيكون فيه ساعتين هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام معزرة سيكون فيه ساعتين فقط هذا أمر عجيب المشقة عندما تقع فنحن نقدر الضرورة بقدرها ونيسر على الناس من نبيه السلام كان يأتي يقول رميت ولم أحلق فعلت ولم طفت ولم أحلق يقول إيه يعني إيه افعل ولا حرج افعل ولا حرج لكن أن نجعل ذلك أصلا فيقول نقول للناس هذا أمر خلافي يجوز فيه وهذا أمر خلافي يجوز فيه وهذا أمر خلافي ستجد الناس مع الوقت كما يعني قال بعضهم أنه سيكون الحج بعد ذلك عن طريق عن طريق النت عن طريق النت